استقبل معبر رفح عددا من المحتجزين بقطاع غزة تمهيدا لنقلهم للجانب الإسرائيلي وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدرين مقربين من حركة حماس أنه تم تسليم الدفع المتفق عليها من المحتجزين الإسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسليمهم إلى إسرائيل أوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم تسليم المحتجزين للصليب الأحمر الذي يسلمهم للطاقم المصري والطاقم الإسرائيلي المكلف باستلامهم في معبر رفح وفقا للقطات مصورة ظهرت بها سيارة صليب الأحمر وهي في طريقها إلى معبر رفح